وقال بحري أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الأسكندرية وذلك لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الأسكندرية داخل كلية البحرية يعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه مع مكتبة الأسكندرية ويهدف لتشجيع طلاب على التعلم الذاتي وتنمية مهارتهم باستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الأسكندرية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالتعاون المثمر مع المؤسسات العلمية والتقافية بالدولة